شيء تاني أحبائي اللي أعجبني ويعجبني في المسيح أو في شخصية المسيح وهوية المسيح هي معاملات المسيح ولحظوا لما بتكلم عنه أنه حازم حاسم أو معاملات المسيح أنا بتكلم على المستوى الناس اللي بتعرفه لأنه احنا قلنا في أمور المسيح بيتميز فيها لا يوجد له مثيل فريد من نوعه واحد من نوع لا مثيلة له هو يسوع المسيح معاملات المسيح أحبائي فعلا شيء تاني بتدهش وبتخلي الإنسان يكون في حالة الشكر والعرفان والامتنان والجميل لهذا الشخص الفذ الرائع الفريد شخصية يسوع المسيح في معاملات أحبائي كان لطيفا كان وديع كان مليان حنان مليان شفقة على الناس رأى الجياع تحنن عليهم وأشبعهم رأى النفوس فتحنن عليها لأنها رعية بلا راعي تعرف أحبائي رأى يسوع المسيح الأعمى فتقابل معه ولمسه وغير حياته وفتح عينيه سواء أعمى بارتماوس سواء أعمى بيت صيدة سواء أعمى المولود أعمى في يحنى تسعة وسواء العمي الكثيرون اللي شفاهم عندما قال ليحنى المعمدان العمي يبصرون كان مليان إنسانية كان مليان حنان كان مليان شفقة تعرفوا كثير من الأنبياء تتميز حياتهم بالعنف في البطش في القتل عدم الغفران عدم المسامحة عدم المحبة الكراهية للأعداء البغضى للناس عدم التسامح مع الآخرين وتغيرت الأفكار مع طبعا الزمن يبتدأ في شيء يمكن في تسامح وتنتهي بغضب وعنف وقتل فإذا المسيح لم يتغير معاملات المسيح معاملات جميلة جدا لطيف حنون وديع هو الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب هو المكتوب عنه كنعجة أمام جازيها هو المكتوب عنه لا يصيح في الشارع هو المكتوب عنه تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال هو الذي قال سلاما أترك لكم اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا فهو اللي بيعطي الفرح هو اللي بيعطي السلام وهو اللي بيعطي الراحة واللي بيعطي الطمأنينة معاملات المسيح كانت دايما للخير لخير الإنسان ومنفعة البشرية اشتركوا في القناة